شارك سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بفعالية جي تي اتش اف التي أقبتها مجموعة جوبكس ميديا بشاركة مع مجلس السياحة والسفار العالمي وأكد قائدي أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يواصل تحقيق سلسلة نجاحات متتالية لما يقدمه من تجارب سياحية مميزة والتي ساهمت في رفع عدد السياح خلال العام الماضي بما يصب في تحقيق الأهداف الطموحة الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 ونوها قائدي بحرص مملكة البحرين على أطلاق مجموعة واسعة من البرامج السياحية والترفيهية النوعية خلال الفترة المقبلة مع طرح العديد من الحوافز والباقات السياحية المصممة خصيصا للسواح من عدة مناطق على مستوى العالم وذلك بهدف جذب المزيد من الزوار إلى المملكة وزيادة تنافسيتها وأشهد قائدي بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجموعة جاكوبس ميديا مؤكدان همية توطير الشراكة بما يسمو في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مثالية للسياحة على مستوى المنطقة ترجمة نانسي قنقر